أعلنت السلطات التونسية إغلاقا شاملا لمدة أسبوع لمواجهة فيروس كورونا ومن المقررين أن يبدأ من بعد غد الأحد ويستمر حتى السادس عشر من شهر إبريل ويشمل الإغلاق منع التنقل بين المدن وتعليق الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية باستثناء الحيوية منها وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن البلاد تواجه خطر انهيار مؤسسات الصحة ودعى التونسيين للالتزام بالإجراءات قررت السلطات منع جميع التجمعات العائلية والشعبية في عطلة عيد الفطر وتعليق ارتياد دور العبادة وغلق الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى باستثناء محلات المواد الغذائية متجولا بين الشوارع يبيع محمد بعض الملابس فهو يستغل أيام العيد لكسب قوة عائلته لكن قرار الحكومة غلق الأسواق وفرض حجر صحي شامل في البلاد لمدة أسبوع خيب آماله نحن سنوه مليل السبب وعشرين نقول لك لاربع أيام نخرين نحن لا يخدمون فيه نحن لم يخدمون فيه فيه قرار مؤسس جدا معناه حطم التوازل حطم الزوالي حطم السوق حطم النصاب وحطم صاحب المحل الحكومة التونسية أقرت منع التجوال والتنقل بين المدن والزيارات العائلية وقررت غلق دور العبادة والأسواق والمركز التجارية والترفيهية في عطلة العيد نقر حجر صحي شامل ينطلق من نهار 9 إلى 16 مي السبع أيام هذوما برشا حاجات مش تتبدل فيهم حريتنا بطبيعة الحال بش يصير فيها تضييق كبير ياسر حرية العمل حرية التنقل الأنشطة الاقتصادية كذلك زادة أيضا بش يتم تعليقها إجراءات طرق لبيت التونسيين أنها جاءت متأخرة ولا تراعي سدادة أفق العيش بالنسبة إلى شريحة واسعة في المجتمع ولا سيامة من العائلات محدودات الدخل بين مدرقة الجائحة وتدعياتها الاقتصادية وبين سنداني قراري حظر التجوال في البلاد تتفاقم حالة الاحتقان الاجتماعي في الشارع التونسي في ظل تأزم واقع عيش غالبية التونسيين إجراءات صحية تقول الحكومة أنها حطمية لكسر وطيرة انتشار عضوى الوباء في المقابل يحظر متابعون من اختار تأخر القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تمتصى حالة الغذب والاحتقان المتفاقمة بين التونسيين جلال موانع الحرة تونس تونسيين 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 شكرا